خليني أخذ عنوان زي ما أنت علمتنا وأقول إنه شعوب الدنيا بخير الشعوب جدا والإنسانية وده حيطمني أنا كإنسانة وكمواطنة إنه في بشر زينا حاسين بما نشعر به تمام تمام طيب خلينا نقسم الأدرياء وأنا هكررها تاني فضل بعد إذنك إن الشعوب بخير لكن المشكلة في الحكومات في الحكومات المنفصلة عن شعوب عن هذه الشعوب ولا تعبر على أكيد إحنا أمام قضية الحقيقة يعني قضية فيها الكثير من الألام فيها قتل للإنسانية بشكل كبير جدا قتل لحقوق الإنسان كلها وفيها في نفس الوقت لو أنا بتكلم عن الهوية المصرية لأنه إحنا شايفين مؤامرة هل أنت تتفق معايا بأنه في العنوان اللي حتى أوروبا بتقوله إسرائيل مؤامرة هناك مؤامرة طبعا اسمها مؤامرة غزة طبعا وضعين إحنا إيه في مؤامرة إحنا المقصود رقم اتنين يعني يعني كما يبدو من السلوكيات ومن الكلام اللي بيتقال ومن 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 الهدف الأولاني تفريغ غزة من سكانها تصبح أرض بلا شعب وهذا الشعب يروح مطرح ما يروح وحتى رئيس وزراء العدل الإسرائيلي وأنا من أيام 67 ما بقولش غير العدل الإسرائيلي إطلاقا هو ما يرتهرش كلنا المصريين بقوله وحتى أيام ما كان يسمى بالسلام معهم وده ما كانش السلام ولا غيره كنت أيضا بقول العدل الإسرائيلي رئيس وزراء العدل الإسرائيلي لم يخجل ولم يتردد ولم ينسى أن في معاهدة تربطه بمصر ويتكلم مرة عن سيناء صح أنه اعتذر بعد كده وقال أنها هفوة وخطأ لسان لكن هو ده الهدف الجوهري أن سيناء تبقى مكان جزء من سيناء يبقى مكان الفلسطينيين عشان تبقى الأرض تكون لها أرض إسرائيل بيور ما فيهاش أي حد غريب وده هدف من 48 من 48 يعني لا يجب أن ننسى إطلاقا من أيام اغتصاب العصابات الصهيونية اليهودية لأرض فلسطين واستلاهم عليها وإقامتهم دولتهم المحتلة المغتصبة اللي هي ضد كل قوانين الدنيا وضد كل شرائع الكون